اشتركوا في القناة في الهيئة وانشطتها وتبقى يعني فقرة كويسة واحنا بنتكلم حتى قبل الفقرة على طول قلتلي الكلام مع الدكتورة مية التلمساني كان ليه مدخل آخر كمان عند حضرتك انكم بتشوفوا علم كتير من اللي موجودين واللي يمكن مشيه من مصر في السبعينيات كتير منهم عاوز يرجع الحقيقة يعني بعد كبير من المهم جدا لمصر ان احنا عندنا مصريين علماء في معظم التخصصات العلمية في اماكن مرموقة جدا وقت ما بنعوز نطلب منهم اي استشارة او اي حاجة يقدموها للبلد بتلاقيهم فورا موجودين فترة الاجازات بتاعة اعياد رأس السنة الحقيقة كان عدد كبير منهم موجود هما في اجازة بس بتلاقيهم في كل جامعات مصر في محاضرات بيجوزدرونا يقدمو لنا كل جديد هما شايفينه فده الحقيقة لازم الواحد يشكرهم يعني وده فعلا بعد في مصر مش هتلاقيه في دول كتير هو فعلا مش هتلاقيه في دول كتير قوي ولانه العقول المصرية اللي موجودة فعلا برا عقول شديدة التميز والتفوق يعني انا كنت حتى بتكلم مع بعض علمائنا ويمكن حتى اللي عملوا الواي فاي يعني انا بنتكلم على اثنين مصريين فحتى كنا بنتكلم في التليفون فقال لي جملة بقى لطيفة جدا قال لي بالمناسبة هو اهم عالم روبوتكس في الولايات المتحدة الامريكية ويكاد يكون اهم عالم في الروبوتكس في العالم ده مصري فتحكت قال لي معقول جدا لانه المصريين موجودين في اكتر من معهن ومن كلية تكنولوجية وعلمية على شتى انواع وصنوف العلوم لكن هارجع هنا بقى على الهيئة انا اول مرة اعرف ان احنا عندنا هيئة بهذا النوع تمول العلوم والتكنولوجيا فاهمني اكتر دكتور خليني ارجع بيك بس خطوة ان الهيئة دي بتتعامل مع مين بتتعامل مع منظومة التعليم العالي والي بحث العالمي في مصر حلو منظومة يعني لها عراقة يعني من فترة كبيرة العلم والتعليم في مصر يعني لبعد كبير بدليل الخرجين اللي احنا بنشوفهم والعلماء اللي احنا لسه بنتكلم عليهم المنظومة دي فيها جامعات وده جزء كبير البنية التحتية فيها اهم جزء القعدة العلماء المصريين اللي موجودين جوا مصر الباحثين المصريين الطلبة المصريين وده جزء مهم جدا ده المخرج بتاع هذه الجامعات من البرامج بتاعتها ففيه طلبة في مصر ممكن نستعين بيهم ويشتغلوا كويس جدا في البحث العلمي وعندهم يعني الشغف للعلم وفي نفس الوقت بيطلعوا منتجات أو بيكملوا رسالة بتاعتهم بشكل فيه تفوق وفيه ابتكار كبير كويس؟ حلو جدا الجزء الأهم من كده كمان إتاحة المعرفة المعارف المختلفة الأبحاث العالمية إتاحة الأدوات اللي بيحللوا بيها البيانات العلم دلوقتي أصبح صعب الأجهزة معقدة فتوفير الحاجات دي كلها الدولة الحقيقة بتنفخ عليه بشكل كبير جدا وزي ما احنا شايفين عدد الجامعات في مصر شكله إيه عدد الجامعات الجديدة سواء جامعات أهلية سواء جامعات تكنولوجية ودي كانت فجوة في مصر الجامعات الخريجة اللي هتعامل مع التكنولوجيا الفجوة دي خلاص تبتدى يبقى في مجموعة جامعات حيطلعوا خرجين خلال سنة أو سنتين يعني يتعاملوا مع الجزئية دي في جامعات أفرق لجامعات أجنبية وده مهم الاحتكاك الدولي جامعات خاصة الحقيقة المنظومة دي محتاجة تمويل مختلف التمويل الكبير اللي راح للبنية الأساسية لازم يبقى فيه تمويل جديد اسمه تمويل تنفسي هو مش تمويل جديد تمويل بقاليات جديدة الهاية دي انشئت في 2008 كسندوق لتنمويل لعلوم والتنمية التكنولوجية الحقيقة تطورت عملت مجموعة من البرامج الكبيرة وفي إطار الفترة العشر سنين الأخرين أو خمس سنين الأخرين كان فيه إعادة إعادة ترتيب لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي السندوق ده تقلب هيئة وطلع له قانون خاص قانون فيه حوافز كتيرة جدا لدعم البحث العلمي فيه آليات انت عرف حرارتك الحركية بتاعة العلوم يعني بيتبقى بشكل سريع جدا الآليات اللي في القوانين العادية اللي بتحكمها دي ما ينفعش انها تطبق على مشروعات بحثية وعلى بحثين فجزء مهم جدا ان انا ابقى متحرك مع السرعة اللي بيتغير بيها آليات العلم دي فالهيئة طلع لها قانون مخصوص يساعد على كده بالتوازي طلع قانون تاني اسمه حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يقدم مجموعة من الحوافز كمان تمكن الباحث ان هو يستفيد من الشغل بتاعه والاختراعات او الابتكارات اللي هو بينفزها حلو فالهيئة بتقوم بالتمويل التنفسي كميز التمويل التنفسي ده مبني على ايه مبني على استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 20-30 فيه مصارات مختلفة فيها كان مصار اصلاح تشريعي وده كان نتاجه انشاء الحقيقة فيه مصار انتاج المعرفة مصار توطين التكنولوجيا الحقيقة مصار بناء الانسان المصري او جزء من الانشطة اللي موجودة في المصارات دي بناء الانسان المصري او العالم المصري الحقيقة التمويل اللي احنا محتاجينه للكلام ده لازم يتم بشكل تنافسي بيغطي كل الجمهورية كل الجماعات كل الباحثين اللي موجودين فبنعمل مبادرات مبادرات دي فيها اولوية او اولويات الخطة المصرية او الاستراتيجية المصرية امثلة كده مثلا زي ما قلت الاجهزة العلمية اجهزة بقت معقدة بقت يعني باهضة الثمن تشغيلها محتاج تدريب كبير جدا ومتخصصين على قلية التشغيل نفسها طريقة التشغيل وده يمكن بيختلف مش لازم الباحث هو اللي يوعد يشغل بنفس لا بيبقى فيه متخصصين عشان يطلعوا افضل يعني يعملوا يطبقوا التجارب افضل طرق الهيئة هنا بتخش او بتتدخل انها تبني مراكز تميز في الجامعات المصرية عن طريق ندقات وممدارات يمكن ان كان اخرها من اسبوع القابل اللي فات وزعنا مجموعة من العقود لتطوير مراكز بحثية مصرية في تخصصات دقيقة جدا يعني لو حدل حضرتك مثال مثلا في تخصصات مثلا اكترينيات الدقيقة المستشعرات الصغيرة اللي بتنتج بينتجوا يعني مستشعر في مساحة اقل من مساحة الشعر واحدة على متين الاجهزة دي موجودة في احد الجامعات الجامعة المصرية اليابانية من الناس اللي فازوا بمشروع ده حينعكس على الصناعة حينعكس على الباحثين مش هناك بس حينعكس على الباحثين في كل مصر جامعات زي جامعة دمياط عندهم مركز تميز كبير في الصناعات النسجية طبعا مركز قوم البحوث طبعا جامعة عند شمس واخدين مركز يعني على مستوى مصر كلها فيه 13 مركز بيتم دعمهم بأحدث التجهيزات اللي تساعد الباحث انه هو يعني يعني يقوم بالبحث بتاعه وعلى أعلى مستوى ويطلع له أحسن أفضل نتائج يقدر يبني عليها حلو جدا طب أنا أستاذ الحضرتك هطلع فاصل سريع جدا وهرجع بعض الفاصل أنا عايز أفهمه مين هم اللي يبقوا معنيين بالتمويل المقدم من الهيئة وإزاي يقدروا يتقدموا لده يعني لو افترضا أن يوسف عنده أبحاث ما وعاوز يبقى فيه عنده معمل يقدر يشتغل فيه على أبحاثه أي أن كان نوع البحث هعمل إيه وهروح إزاي والأحجام التمويلية ممكن تصل إلى أي مدى أستأذن فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور ولاء شتا وأعتقد ده كلام مهم جدا لولي الأمر وللطالب وللباحث الحالي بالمناسبة يعني استنونا بعد الفاصل طيب خلونا نرحب وبشدة بالمناسبة بدكتور ولاء شتا رئيس هي التمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة تعليم العالية هتقولي بشدة أقولك بشدة لأن أنا رجل أقدر للعلماء بشكل عام وبشدة لأنه الدور اللي بيقوم بيه دكتور ولاء وفريقه والهيئة ده دور محوري شديد الأهمية في تطوير بنيتنا التكنولوجية والعلمية في مصر وأنا متأكد أن أنا في دي مش غلطان يعني عادة بقول الضيف ولأنا غلطان لأ أنا مش غلطان ليه لأنه أن أنا أشجع ومول البحث العلمي ده أهم حاجة لأي شعب ولأي وطن حتى يرتقي ويترقى في كل منحيه ونواحيه السؤال بقى مين المعني بهذا التمويل ويحصل عليه إزاي وأحجابه تصل إلى أي مدى هو الحقيقة الجزء الرئيسي اللي معني به اللي احنا قلنا القعدة اللي هو العلماء المصريين والباحثين حلو البحث العلمي دلوقتي أهمي فيه حاجة تشاركية وأنه يبقى جماعي مش فردي إنك أنت تجمع مجموعة من العلماء في أماكن مختلفة في مصر هتجمعهم إزاي إذا أعطيت تمويل وهم كانوا منافسين ويجتمعوا عشان يعملوا حاجة فريق بحثي فريق بحثي ففيه آليات بقى مختلفة بتشجع الفرع بحثية مختلفة التمويل يعني بيبتدي في بعض المشروعات أرقام لمشروعات مجلسة رسالة الدكتوراه في حدود 350 ألف جنيه لكن احنا بنعمل معمل وطني للفيروسات كسبته يمكن يعني في بعض الملاحظات بيستكمله لكن هيروح هيتبنى فين هيتبنى في جامعة أسيوت في صعيد مصر أول فرع هيتفتح للهيئة برا القاهرة هيتبقى في الصعيد مصر في أسيوت الحقيقة التواصل ما بين الجامعات وجود معمل وطني يشتغل فيه ناس من مصر من القاهرة أو من اسكندرية أو حتى من السويس من أي مكان ده هدف مهم ده جزء مهم من الدور اللي بتقوم به الحقيقة أولا الجزء منه تفتيت اللي مركزية بالزبط والحاجة التانية أنه يحصل التعاون والتشابك ما بين الفرق البحثية وبعضها البعض الحقيقة الحقيقة ونقل المعرفة ده دور مهم جدا ده دور مهم بالمناسبة للمعمل ده نزل الإعلان بتاعه تنفسي وتقدم مقترحات بحثية وشارك علماء من بر مصريين بالخارج في تقييمه وتقديم نصايح ليه المشروعات اللي هي كانت shortlisted اللي في القائمة الخصيرة اللي حين اخترنا منهم وده مهم جدا حيبقى فيه مشاركة ومكان يقدر ييجي فيه علماء من الخارج وفيه خطة في الحقيقة انه يبقى فيه دايما تواصل مع علماء مصري في الخارج في التخصص ده جزء مهم تاني ان المعني كمان الباحث المصري فيه اتفاقية احنا بنروح دايما بنمشي بشكل مؤسسي في الصحة رحنا وزارة الصحة وعندنا الجامعات المصرية وكليات الطب وعملنا اتفاقية مع وزارة الصحة شفنا فيها ايه اولويات الصحة في مصر الاولويات اللي احنا محتاجين نشتغل عليه عندهم فيه استراتيجية بتاعة الصحة الوحدة الوان هيلث ليهم اولويات فيها وبيشارك فيها اكتر من وزارة عملنا اتفاقية معاهم وفيه خبراء الهيئة من جوة مصر برضو ومن بره مصر درسوا ايه الاولويات دي ينحققها ازاي وايه الخطوات ونزلنا في مبادرة مفتوحة لغاية دلوقتي لأي حد يقدر يقدم المقترح البحثي بتاهم المقترح ده بيوصل للهيئة وبيتم تقييمه خلص وتقييم المقترح ده مش معناه تقييم الباحث تمام يعني فيه باحثين كبار جدا ممكن المقترح ده مش بيجي بحق الأهداف اللي احنا حطينها فيه المبادرة بالشكل المباشر فالبحث نفسه بناخد حاجات ليه اولويات اكبر وديه التنافسية بقى ففيه معدل قبول عندنا بيوصل في بعض الحاجات لتلاتين في المية ده معدل كبير لكن في العلوم الاساسية مثلا بيبقى في حدود خمسة في المية وده معدل برضو تمويل مؤسسات شبيهة في العالم علوم الاساسية ده برضو جزء مهم لازم تصرف عليه الحكومة اقسام الرياضة الفيزياء الكيميا بيشتغلوا ابحاث علوم الاساسية واحنا متميزين في النوع ده من الابحاث كنا طول عمرنا من فترات كبيرة الدكتور مشرفة وغيره من العلماء يعني او الباحثين حتى اللي طلعوا برا مصر الالية اللي منمول بيها الابحاث بالشكل ده او الابحاث اللي هي البحوث الاساسية قليات يعني جديدة كان لا يمكن نعملها إلا بعد صدور القانون في 2019 وفي نفس الوقت بنبني بيها مدرسة علمية الاستاذ المصري بيبقى معاه مجموعة من الطلبة وبينقل المعرفة ليهم وهكذا بيبقى فيه مدرسة علمية مختلفة زي اللي بنشوفها في كل الجامعات فالحقيقة المعني ان الباحث من اول الطالب بيوجه له برامج لغاية الاستاذ الخبير او العالم الكبير الخبراء اللي موجودين في كل المراكز البحثية المصرية الحقيقة يعني ليهم رانك في كل ليهم يعني يعني مستوى تصنيف في كل معايير التصنيف العالمية دولة الحقيقة من المستفدين اللي احنا بنعمل ايه بناخد منهم كمان خبرتهم وبنعمل الندقات بتاعتنا بما يتناسب مع أولويات الدولة ونترحها فيقدم فيها الباحثين لحصول على التمويل الهيئة يعني فيه يعني خلال فترة بعد إنشاء القانون فيه حوالي 900 مشروع بحثي شغال دلوقتي بتشرف عليهم وبتمويلهم الهيئة هل في قانون الهيئة ما يسمح بالتعاون مع القطاع الخاص ما بين قصيد إذا وجد يعني إذا وجد دي نحن عدنا قطاع خاص كتير لكن وجد إنه يبقى قطاع خاص صناعي معني بالتطور بجد معني بتطوير التكنولوجيا ده اللي بيحصل بره هم بره الصناعين اللي بجد اللي عليهم الإيمة كده وفاهمين يعني إيه إنه يمول بحث علمي فبيروح للمعاهد العلمية والجامعات الكبرى يقول لهم أنا مستعد لتقديم منحة علشان معمل كذا وكذا وكذا هل إحنا في الهيئة عندنا فيه القانون بتاع الهيئة ما يسمح بهذا الشكل من أشكال التعاون يعني إحنا بنسمح بتمويل بحث علمي جوه مؤسسات صناعية ده بيسمح قانون بيسمح لنا بإن إحنا ننشئ شركات مبنية على التكنولوجيا اللي طالع من باحثين مصريين يعني فيه كثير من لسه من الفرص اللي موجودة ومن الأبواب اللي بنفتحها بشكل يعني متوالي ده بيساعد على التواصل ما بين البحث العلمي وفيه آليات معروفة في ريادة الأعمال وشركات النشئة وفيه آليات كثيرة يعني مثلا يوسف مثلا مثلا عنده مصنع عربيات مصنع أسمنت مثلا خليها أسمنت عربي أيا كان فأني قالبت على طول صعيد فأنا هروح لزكر جماعة مش الفرع الجديد يعني هروح للهيئة أقول لهم يا جماعة أنا عايز أمول معمل كبير لأبحاث مواد البناء وأنا أستطيع أن أقدم لحضراتكم مثلا عشر مليون دولار مبدئيا يسلم لو حد أعمل كده هو الحقيقة يعني يعني خلينا نقول أن المنظومة المتكملة يعني عجل البحث العلمي في مصر يعني بكثير بشكل جيد إحنا لو نشوف في التصنيفات صحيح في مؤشرات مختلفة لما نتكلم في فيما يخص البحث العلمي هنلاقي إن إحنا تصنيفنا في النشر العلمي مثلا إحنا في المرتبة 26 ومتوقع خلال السنة دي نبقى أعلى من كده ممكن 23 فإحنا فيه منتج بيطلع بياتنشر بحث العلمي ففيه عجلة البحث العلمي بما فيها من بحيثين وتجهيزات بتسير بشكل معقول العجلة دي لازم ترتبط بيها مجموعة من الأليات الأخرى اللي تساعد على إن الصناعة تثق في المنظومة اللي بتربط البحث العلمي مع الصناعة وده هنا في كل دول العلم بيبقى فيه تدخل من الدولة في الفي الأول حتى في البداية طبعا وده اللي إحنا بنحاول نعمله ويمكن فيه مبادرات قريب تتجهز عن نقل التكنولوجيا وده جزء مكلف جدا لازم فيه تدخل من الدولة وحتم بشكل تنافسي ويمكن فيه اتفاقية لسه يعني إن شاء الله قريبا هتواقع مع دولة البرتغال في حاجات هم متخصصين فيها ممكن نتعامل معاهم في نقل التكنولوجيا وعمل مراكز لنقل التكنولوجيا دي في مصر ده حيربط الصناعة لإن هي الشريك اللي موجود معنا الصناعة الشريك اللي بيتفاوض معنا وبيتكلم معنا على احتياجاته هو الصناعة فالحقيقة إحنا الجزء ده مهم جدا وإحنا بنحاول نتدخل فيه الحقيقة إحنا يعني إحنا في مرحلة فيها تغيرات كثيرة جدا الأهم فيها إن إحنا يبقى فيه ربط ومنتج أو ابتكار طبع يبقى فيه منتج لمخرجات البحث العلمي دي لها قيمة اقتصادية طبع ده طبيعة الحالية وده بيتحرك بشكل يعني يعني بيحطرك بشكل محتاج محفزات أكتر ده اللي احنا بنشتغل عليه وده مش الوزارة التعليم العالي والباحث العلمي بس المفروض بتشتغل فيه بتشتغل فيه معظم قطاعات اللي المعنية بالصناعة والتجارة وتلاقي دايما المؤشرات دي بتطلب مننا في كل حتة في العالم ده شيء كلام رائع إلى أبعد الحدود وأعتقده إنه هيستأنف أكتر من مرة في هذا الحديث دا همنا الوقت على رأيه أسبوع بإيه فخليني أشكر حضرك الأول يا دكتور كل الشكر ليك يا دكتور ولاء وشكرا على هذا الجهد المبزول وشكرا على إنه ديت لنا يعني جزء من وقتك الثمين في هذه الحلقة وفي آخر الليل يعني باعتبر أن نحن بنخلص متأخر فأشكرك جدا 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 على قبول الاستضافة كل الشكر ليك يا فلا أنا باشكر حضرتك على الفرصة الجميلة لا ده أحمد شكرا بجد يعني كل الشكر لدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي البحث العلمي والتكنولوجيا هم أهم صروة موجودة في العالم ومن أكتر الناس اللي تمتلك هذه الثروات العقلية تحديدا إن لم يكن أكترها مش من أكترها فهي مصر وأكبر مصدر للعقول والباحثين في العالم هي مصر العقول أهم من الأموال لو علمتم خلصت الحلقة لحد كده وسواني هكون موجود معكم برنامجنا رقم عشرة وزميل العزيز رجائي رمزي أما إحنا فلو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات